صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برعاه قرار رقم 31 لسنة 2017 بعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان جاء فيه مادة واحد يعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من مساعد وزير الخارجية نائبا للرئيس ممثل عن وزارة الخارجية ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثل عن وزارة التربية والتعليم ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة شؤون الإعلام ممثل عن النيابة العامة ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة ممثل عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني ممثل عن مركز الاتصال الوطني ممثل عن جهاز الأمن الوطني ممثل عن الأمانة العامة للتظلمات ممثل عن وحدة التحقيق الخاصة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن المبادئ النبيلة والمقاصد الإنسانية الرفيعة التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة يجب الحفاظ عليها وتطويرها بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويكون دور المنظمة أكثر فعالية وتأثيرا تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية خاصة التي تتعلق بالتنمية في الدول الأقل نموا وأضف سموه في رسالة إلى العالم بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الذي يصادف اليوم الثلاثة أن تحقيق القيم السامية التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة في مقدمتها إحلال السلام والأمن والاستقرار العالمي لن تأتي ما لم يكن لقضايا التنمية أولوية متقدمة في منظومة العمل الجماعي الدولي وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدة تؤمن بأهمية الانفتاح على العالم وحريصة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة في كل ما يسهم في إحلال الأمن والاستقرار العالمي إمانا منها بأن تلك مسؤولية إنسانية وأخلاقية يتحملها الجميع وأشار سموه إلى أن العلاقات الوثيقة بين البحرين والأمم المتحدة تشكل إحدى مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة التي تفتخر باحتضان العديد من المقرات والمكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة والتي تلقى كل أوجه الدعم والرعاية من مختلف الأجهزة والمؤسسات وأكد سموه أن مملكة البحرين ستواصل نهجها الراسخ في التعاون والعمل مع الأمم المتحدة إمانا منها بالمبادئ الراسخة التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة والتي تحث على نشر السلام وتحقيق التعاون الدولي في مختلف المجالات لحماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الرفاهية لشعوب العالم وقال سموه أن نجاح أي جهد دولي للحفاظ على الاستقرار والأمن العالمي يتطلب أولا اتخاذ تدابير تعزز من قدرة الدول على مواجهة تحديات الإرهاب والفقر والمرض التي تعاني منها شعوب العالم وعلينا نتخذ خطا أكثر تسارعا من أجل بناء مجتمع دولي يسوده الوئام والمحبة والسلام ودعا سموه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي تقوم بدورها على أكمل وجه إلى تبني المزيد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تجسير الفجوة الاقتصادية بين المجتمعات من أجل عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار ترجمة نانسي قنقر